أعون عربي إعلامي بين مصر والعراق والأردن ودولة فلسطين انطلق برنامج بيت للكل حيث بدأ قبل عام في جمهورية مصر العربية سعيا من الأجهزة الإعلامية العربية لهذه الدول من خلال هذا البرنامج إلى إرسال رسائل بأن الوحدة الإعلامية الموجودة هي إنعكاس لهذه التفاهمات بين قيادات هذه البلدان العربية وترجمة لهذه الأخوة وتكاملية لعلاقاتها بعد عام على انطلاقة برنامج بيت للكل زرنا من خلاله بغداد لمرتين زرنا فلسطين نحن في الأردن وأيضا الشقيقة الكبرى مصر العربية يعني هناك من خلال التغذية الراجعة بالنسبة لنا كهيئة اشراف على هذا البرنامج ومتابعة وتنسيق لدينا الحمد لله اليوم قاعدة جماهيرية تستطيع أن تتحدث عن هذا البرنامج بكل فخر بأنه قطع أشواط طيبة واستطاع أن يترك أثرا في شبابنا العربي في المبادرين في الناس في الشارع العربي لدينا أيضا متابعة من خلال المستويات الرسمية وهناك أيضا لا نبيح سرا ولا نبوح بسر إذا قلنا أن هناك أيضا رغبة من دول عربية أخرى تريد المشاركة وربما تطرح في اجتماع وزراء الخارجية أو وزراء الإعلام العرب القادم بالنسبة لدول مجلس الجامعة العربية وأيضا اتحاد الإذاعات العربية الفكرة اليوم فكرة برنامج بيت للكل هي بذرة خير عربية بذرة نستطيع البناء عليها من خلال هذا البرنامج من خلال كوادره من خلال الموضوعات التي تنطلق في هذه الرسالة فبعد عام على انطلاقة البرنامج اليوم يحط رحاله في الأردن ليكمل مسيرة النجاح في مدينتي إربد ومأدبة الأردنيتين فهو يعد أول برنامج تلفزيوني عربي مشترك بين الدول الأربع ولا يخف علينا أن الإعلام على أهميتي وأهمية رسالته في كل نواحي الحياة اليوم مطلوب منه أن يكون أيضا صاحب خطاب إعلامي واحد موجه للداخل العربي وأيضا للخارج العربي نريد أن نسمع صوتنا بأن لدينا بذرة وحدة عربية إعلامية تنعكس أيضا على بذرة خير عربية في المجال الاقتصادي في المجال السياسي في المجالات الأمنية في كل المجالات وهذا حقيقة أيضا هذه موضوعات يعالجها البرنامج بيت الكل هذا برنامج إعلامي عربي هذا يكرس إن شاء الله حالة الوفاق والوحدة العربية هذا الشأن الثقافي الذي يسلط عليه هذا البرنامج هو إن شاء الله على الطريق للإضاءة على الكثير من القضايا العربية المشتركة ليس الشأن الثقافي فقط ولكن هناك شؤون عربي نحن بحاجة إلى إعلام وتثقيف المتلقي العربي بأهمية الحوار العربي بأهمية اللقاء العربي وكذلك بأهمية الوحدة العربية تبث في البرنامج الذي يعرض يوم الجمعة الساعة السابعة مساء على تلفزيون فلسطين تقارير منوعة من الدول المشاركة تحمل في ثناياها عادات وتقاليد المجتمعات العربية وتسويق الأفكار الريادية وتشجيع الطاقات الشبابية عبر منصة بيت للكل الذي يقدم استضافات فنية وريادية واجتماعية وأدبية وهو ما يسهم في فتح حوار عربي مفتوح حول القضايا المشتركة بيت للكل متنا وشكلا ومعنى طموح عربي مشترك يجسد الحلم بفضاء إعلامي يعبر عنا جميعا حوية وحضارة وموروثا من على قمة جبل نبو محافظة مأدبة سنتس أحمد تلفزيون فلسطين